بخصوص الموضوع اللي تكلمتي وعليه ديال المرتبط بالمراسلون بلا حدود أولا هذه المؤسسة هي مؤسسة معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب يجب أن نعترف هذه المسألة تانيا الحكومة تتقبل بل بصد الرحب جميع الانتقادات شرط أن تكون هذه الانتقادات موضوعية وأن تكون أيضا بناءة لكن للأسف هذه المؤسسة صبحت مطية ديال واحد المجموعة للأجندات للأسف ما عندها حتى شيء علاقة بالمصار ديال ديال الصحفة ببلادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر